تبذل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعاون مع الجهة المعنية وذات الخبرة في القطاع البترولي لتوعية المواطنين ومستخدم محطات تزويد الوقود باشتراطات السلامة على وطن على ذلك تراقب الهيئة أيضا تطبيق المحطات في مملكة البحرين لمعايير السلامة بكل دقة لا مناصة من التوجه لمحطات تزويد الوقود بشكل مستمر إذ أن السيارة الآن صارت من ضروريات الحياة إلا أن هذه العملية تتطلب الالتزام بالعديد من الاشتراطات فمعيار السلامة في هذا المجال هو الأهم وهو ما تضعه الهيئة الوطنية للنفط والغاز نصب أعينها عند إنشاء وصيانة ومراقبة جميع محطات التزويد بالوقود على أرض مملكة البحرين هنا نتبنى أعلى المواصفات والمقاييس العالمية لبناء المحطات من ناحية الأدوات المستخدمة من ناحية المواد المستخدمة وهذه طبعا بالتنسيق مع هيئة الوطنية للنفط والغاز سلامة محطات الوقود وسلامة المستخدمين لها هي مسؤولية مشتركة تتطلب التزام المحطات بالاشتراطات الأساسية وكذلك تتطلب التزام قائد المركبة باشتراطات السلامة وأن لا سيتم الاعتذار له بعدم تزويد سيارته بالوقود هناك اشتراطات السلامة لازم يلتزم فيها سائق المركبة عندنا منها طبعا إيقاف محرك السيارة وعدم استخدام الهاتف النقال طبعا في بعض الزبائن يكون مفاهم ليش هنا نقوم بهذه الاشتراطات إذا أصر أنه ما يسكر السيارة أو يستخدم هاتفه هنا نعتذر لا يعني أنه هنا ما نقدر نشحن لك السيارة عملية إنشاء محطات الوقود عملية ليست بالمقدار السهل الذي يتبذر لذهن أي شخص تبدأ من عملية اختيار المكان المناسب وتجهيز البنية التحتية بالشكل والمعايير المطلوبة وصولا إلى خزانات الوقود الأرضية ومضخات نقل الوقود من الخزانات إلى مضخات التزود المباشر هي عملية غاية في الدقة طبعا الاشتراطات السلامة في المحطات تبتري طبعا من اختيار الموقع لإنشاء المحطة لأن مثل ما نعرف مبأي موقع يصالح لبناء محطة بترول فهناك لاجنة فنية فيها أعضاء يمثلون جميع الجهات الحكومية والهيئة الوطنية للنفط والغاز بالإضافة حق بابكو يدرسون كل موقع على حدة جهود كبيرة تبذلها عمليات التفتيش والمراقبة بإشراف من الهيئة الوطنية للنفط والغاز إمانا منها بأن سلامة المواطن هي فوق كل اعتبار وعليه يجب على جميع المحطات اتباع التعليمات والحذر واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لأي طارق يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر